خضرة ونظار أهلها الأعزاء الذين رفضوا الخنوع والانكسار أمام من أرادوا تركيعهم وذلهم بالاستعبار والاستغلال والهيمنة عليهم وعلى ثرواتهم وأرضهم التي تختزن داخلها كنوز الدنيا والعالمين فأبوا أن يكونوا أذلة فرفعوا البنادق من أجل التحرير في بداية معركة النضال في العام 1956 ومنذ ذلك الوقت والحرب دارت من أجل التحرير بسواعد أبناء الجنوب ضد المستعمر الشمالي الذي أهمل كافة مدن جنوب السودان من الخدمات الأساسية فكيف كانت جبا عاصمة الجنوب الآن قبل اتفاقية السلام؟ من الخدمات الأساسية وها هي جبا اليوم عاصمة دولة جنوب السودان التي استقلت في التاسع من يوليو للعام 2011 فقد شهدت هذه المدينة نهضة عمرانية في بنيتها التحتية مما جعلها تضاحي عواصم الدول الكبرى وتشهد جبا هذه الأيام عملا دؤوبا في كافة مرافقها الخدمية ومؤسساتها ترقية للخدمة وتطويرا للأداء إذ يجري العمل حاليا في توسعة مطار جبا الدولي ليستوعب أعدادا من الطائرات بأنواعها ركاب وبضائع وأيضا بناء المدارج للهبوط والإقلاع وبناء البرج العلبي لتنظيم حركة الطيران كنت تعرف جبا العلبي لتنظيم الحقيق أجل الهبوط والإيقلاع في ساته with the capacity the traffic ي يبوني Real جدًا من البناء إنه مستطاع إنه مستطاع من البناء للإيقلاع الآن العدية المساعدات جبا العلبي هو وجميع و ومع المكتب الميجرد إلى الحياة كمسهات تغيير احتاجنا الوقت؟ بالخلط المؤمنة حين سنواتي تقدم حوال 630 نحن 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 يقوم بالموان من 140 خلط المالات منمون 140 خلط المالات سلطات ولاية الاستوائية الوسطى أصدرت عددا من القرارات لإعادة تأهيل مرافقها التي دمرتها الحرب فاتجهت لإصلاح الأسواق التي كثيرا ما تعرضت للحريق بسبب البناء بالمواد المحلية وبصورة خاصة كونيو كونيو كأكبر الأسواق بمدينة جوبا اشتركوا في القرارات للمشاهدة المترجم للقناة 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 فهنا اول ها يعملنا بالتنسيق مع الناس الكام في سوق نعملنا مسح عامل سوق الناس براوة زالوا البتادة ومفهموا الهدف برين تهم يعاد التخطيط بتا سوق ولي يعاد التوزيح لهذا هذا الناس قاموا بناوا مباني سابتة بموارس سابتة او توب احمر او توب بتا سمنتي ده برين بقى فشا وارع يعني ممكن عربية بخوش من هناك من جنوب الشمال ومن شرك لغرب بقى ناس حتى ترهيل بتبوضاء ما بيكون مشكلة لانو كل حاجة بيكون سهل في الاسواق فهذا عملية الماشية ولنأخذك معنا عزيزي المشاهد في هذا المشوار على الطرق الداخلية لمدينة جوبا فهنا رتلا من السيارات بموديلاتها ومسمياتها المختلفة تملأ المكان والشوارع الشيء الذي يكثف من انتشار رجال شرطة المرور في هذه البواقع المختلفة والمتفرقة لتسهيل انسياب المرور هذا فضلا عن المواصلات العامة ما بين خطوط مختلفة جوبا كاستوم كاستوم كونيو كونيو وكاستوم الجبل وكاستوم جوبا الوزارات المفاوضات بين جوبا والخرطوم تنطلق اليوم بالعاصمة الاثيوبية الديس ابابا واستطفاولا حذر بالوصول الى تفاهمات بين الطرفين خلال مقاطبته محافظي المقاطعات بولاية جونغلي رئيس البرلمان يدعو الى ضرورة اعادة الاطفال المختلفين اشتركوا في القناة